جيمي أمشي أسألك أنا عايز مقدمتك في النالية دي عدل مرشد نهارة إنه الأهل اللذي يرأيك النهاردة في أدايا النادي الأهلي بالمباراة بشكل عام ردت فعل على قدر مارسيل كولر ردت الفعل اللي افتقد النادي الأهلي في مباراة السوبر اللي أنا كنت باستغربة جدا إن الأهلي ما عندوش ردت فعل في الشوط التاني ممكن ده كان المرجوع بتاعه بدني في المقام الأول نهاردة لا ردت فعل على قدر اللي حصل في مباراة السوبر بالجمهور الأهلي بيصالح جماهيره بداية قوية جدا رسالة تحزرية لكل الفرق في الدوري دي مش كلشيات هو الأهلي بدأ نفس البداية دي موسم الماضي وفضل راكب الدوري حتى نهايته فمارسيل كولر قدم النهاردة مصالحة بسيطة لجمهور النادي الأهلي عام فقدام بطلت السوبر قدم أكتر من لمحة من خلال اللعبين هنتكلم عليهم تفصيليا قدر يدخل بعض اللعبين اللي دخلين معام بادري شوية قدروا أنهم يخشوا جوال أجواء قدر أنه يخرج من مباراة عمام منافس صعب في ملعب برج العرب المصري الموسم الماضي الأهلي لم يستطع أن يفوز عليه في الدوري فاز عليه في الكاس لكنه لم يستطع أن يفوز عليه في الدوري بتعادل سلبي في المباراتين فإن أنت تقدر ترجع وتفوز بربعية في الدوري الحالي أمام فريق بالمناسب المصري بعد التدعيم بقى أقوى من ناحية السكواد وعمق القائمة بكتير من الموسم الماضي فعلي ماهر كابتن علي ماهر معه أوراق كتير جدا فالمباراة كانت صعبة جدا نظرية صعبة جدا قبل بداية المباراة فإن أنك تقدر تخرج منها بكل هذه المكتسبات فدعم معناوي مهم بالإضافة للثلاث نقاط ما كسب كتير جدا لمارسي الكولر قدر يكسب صفقاته الجديدة قدر يدخل لعيفته تاني جوه الأجواء بعد ما كانوا خرجوا منها بعد مباراة السوبر لعيفة أثبتت أن هم مركزين وهي دايما بعد المباراة الصعوبة دايما عند الفرقة الكبيرة بعد حالتين إما بعد خسار البطولة فأنت لازم تخرج بسرعة لو أنت عندك الشخصية أو الناشوة اللي بتيجي بعد الفوز ببطولات والأهلي كان عنده المشكلتين خارج من السيزن اللي فات كسبان كل حاجة وبعد مباراة السوبر وخسران بطولة في النهاية فالجمير كانت حزين بس أنا عايز أقطع يعني لأنه هو الكلمة أنا رجل لعبته في النادي الأهلي مش هو ده اللي أنت تقوله على النادي الأهلي النادي الأهلي دايما يقول لك هل من المزيد هل من المزيد يكسب بطولة عايز تاني خسر مباراة بيرجع أشرس وأقوى من الأول طبعا يعني أنت ممكن تقول يعني أنا آسف يعني على أندية تانية الموضوع دوت أن بعد كل بطولة ممكن تبقى الآن لللي جاي طبعا فالنادي الأهلي لأ مش النادي الأهلي لا لا أنا مصدتش أهلي خالص أنا أتكلم بشكل عادي أصعب وقت على أي لعيد كورة على فرقة كورة ده كلام مصبوك ده كلام مصبوك إنما الأهلي السنة اللي فتت ما هو الأولاي لو بيرايح بعد البطولات ما كانت شخات خمس بطولات وراء بعد النرو السنة اللي فاتت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة